تتواصل فعليات مهرجان العالمين الجديدة حتى الـ 26 من أغسطس القادم تحت عنوان العالم عالمين وتستمر فعليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي حول فعليات المهرجان ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود داني في صورة أيام وليالي مهرجان العالمين أرحب بك مجددا من مدينة العالمين الجديدة حيث نتابع معكم فعليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى نستطيع أن نرصد الآن ونؤكد أنه اللمسات النهائية قد انتهت من منطقة العالمين أرينا التي ستستضيف الحفل الفني الأول غدا وهو حفل الفنان تامر حسني نرى الآن من أمامنا هذه المنطقة قد انتهت من تجهيز المصرح وأيضا الانتهاء من أعمال الإنارة والإضاءة المختلفة ثم أيضا تنظيم بوابات الدخول والخروج لتنصيق دخول الزائرين غدا في هذا الحفل أما المشهد الآخر الذي نرصده الآن أيضا ونحن نقف معكم من الممشى السياحي في مدينة العالمين الجديدة نرصد الآن حركة كبيرة جدا من الزائرين والسائحين في الممشى الآن لألتمتع بكل الفعاليات الترفيهية والفنية المختلفة في مدينة العالمين الجديدة حيث أن هذه المنطقة والممشى السياحي تحديدا سيشهد العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية خلال فعاليات المهرجان هذه العطلة الأسبوعية الطويلة سنشهد فيها ازدياد حركة الزائرين والسائحين ونحن نرى الآن من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية لمتابعة كل هذه الفعاليات خاصة أيضا فعالية الغد الخاصة بحفل الفنان تامر حسني وهذا الحفل ليس هو الحفل الأول ولكن هي البداية للحفلات الفنية لكن في السابع والعشرين من يوليو الجاري سيكون هناك حفل الفنان أحمد سعد هذه هي بداية الأسبوع الثاني بداية قوية بدأت اليوم أيضا بعرض للطائرات لكن كان هناك أيضا الأسبوع الأول كانت داية أقوى بكثير ببعض الفعاليات الترفيهية الموجودة كيف كان الأسبوع الأول كان بفعاليات بطولة التيكبول وجيل التحدي الذهبي وأيضا بعض الفقرات الفنية ليبدأ الأسبوع الثاني بأقوى الحفلات الفنية لنجوم مصر والوطن العربي هذا فضلا على أن الأسبوع القادم أيضا سيكون هناك في بعض الفعاليات الرياضية نتحدث عن بطولة البادل والجودو وأيضا السباق الثلاثي فبالتالي مدينة العالمين تتأهل بكل المناطق خاصة هذه المنطقة التي تشهد منطقة الأبراج وأيضا الفنادق السكانية والممشى السياحي بطول 14 كيلو متر فبالتالي مدينة العالمين الجديدة تتأهل بكل المناطق الموجودة فيها لتستقبل كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة خاصة هذه الانطلاقة في الأسبوع الثاني ونحن سنشاهد وسنرى أيضا ازدياد حركة السائحين والزائرين لمهرجان العالمين الجديدة الذي وضع مدينة العالمين على خريطة المدن السياحية العالمية الكبرى لتضاهي كل دول العالم السياحية ويقبل عليها سواء المصريين أو حتى العرب أو الأجانب ليتمتعوا بكل الخدمات الترفيهية والفنية أيضا والطراز المعماري الجميل الموجود في مدينة العالمين الجديدة ماذا عن أحوال التقس؟ أعود إليكم مرة أخرى أحوال التقس محمود نعم أحوال التقس هي جميلة للغاية هنا في مدينة العالمين الجديدة يعني هناك بعض المحافظات تشهد ارتفاع في درجات الحرارة لكن في الحقيقة هنا في مدينة العالمين درجة الحرارة نتحدث عن يعني 31 أو 32 درجة مئوية لك لكن حالة التقس جميلة هنا في مدينة العالمين الجديدة خاصة مع حالة الهواء الطلق الجميل مع طبعا شاطئ البحر المتوسط يعني الزائرين والسائحين هنا في مدينة العالمين الجديدة يشهدون تقسا مختلفا عن باقي محافظات الجمهورية ويتمتعون بهذا الجو المختلف يعني حالة تقس جميلة مع أيضا أجواء مبهجة وجميلة من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة فبالتالي هي يعني فعاليات جميلة وأجواء جميلة يعيشها هنا الزائرين والسائحين في مدينة العالمين الجديدة وأيضا على شاطئ البحر المتوسط في أمامنا وأيضا على يسارنا البحيرات الصناعية كورنيش البحيرات فبالتالي هناك عدد كبير من الفعاليات الفنية والترفيهية وعدد أيضا من الخدمات التي يتمتع بها كل الزائرين والسائحين هنا في مدينة العالمين الجديدة الجميع هنا فخور بما تم في مدينة العالمين الجديدة سواء من نهضة عمرانية كبيرة أو حتى بعض الخدمات الترفيهية الموجودة والتي على رأسها ويقدمها مهرجان العالمين الجديدة ليكون مع الزائرين خلال هذا الموسم الصيفي يتمتعون بعدد كبير من الفقرات الفنية والترفيهية في مدينة العالمين الجديدة خاصة في هذه العطلة الأسبوعية الطويلة وهو الأسبوع الثاني لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة عدد من الحفلات الفنية وأيضا عدد من الفعاليات الرياضية التي ستنطلق وانطلقت بدءا من يوم نعم محمود إذن هو الموقع الساحب والفعاليات البارزة في العالم عالمين محمود جميل مرسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة أشكرك